في آخر اجتماع جمع وزيرة التربية الوطنية وشركاء الاجتماعيين فتحت بعض نقابات التربية الوطنية مشروع امتحان البكالوريا الجديد الذي قدم كمشروع جديد للحكومة غير أن وزيرة التربية أكدت أن وزارتها لن تتخلى عن مواد الهوية الوطنية جاء التطمين من السيد الوزير على أساس في الاجتماع على أساس أن ما تم الاتفاق عليه والتحفظات أخذت بعين الاعتبار في المشروع ومنها على الأساس الإمتحان على مواد الهوية الوطنية وعلى رأسها التاريخ والطربية الإسلامية إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا ليس بالأمر السهل هذا ما أكده بعض الشركاء الاجتماعيين لبنغابري خاصة ولم يتم دراجهم في دراسة الملف لم نشرك في إعداد هذا المشروع ولا نعرف محتواه إلى اليوم والواجب أننا ضروري للاطلاع على هذا المشروع ومعرفة محتواه حتى يمكن أن نعطي رأينا بوضوح فيه نحن نرى بأن امتحان شهادة البكالوريا لا يبنى على مقترحات شعبوية يجب أن يبنى على مقترحات علمية والمقترح العلمي تحدده إعادة هيكلة التعليم التانوي تقليص أيام امتحان شهادة البكالوريا من خمسة أيام لثلاثة بدون الاستغناء عن مادة التاريخ والجغرافية والتربية الإسلامية زائد المواد الأساسية قد يخلق صعوبات للوزارة الوصية لهيكلة مشروع البكالوريا الجديد